اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة تيوب واخيرا شات جي بي تي اصبح متاح على نظام الاندرويد بالامس علنت شركة اوبن اي اي في حسابها على موقع تويتر ان النسخة شات جي بي تي اصبحت متاحة على موقع جوجل بلاي للاندرويد في امريكا والهند وبنجلاديش والبرزيل وان هما بيخططوا لاطلاقوا في دول اخرى في خلال الاسبوع القادم يعني لازم عشان انت تقدر تستخدم النسخة دي عاليا لاجب ان انت تكون بشكل ما متواجد في دولة من الارباعده طبعا مش محتاجة اوضح اكتر من كده في فيديو النهاردة هنلقي نظرة عامة على البرنامج وايه الفرق ما بينه وبين نسخة المتصفح العادي وازاي تقدر انك انت تثبته على موبايلة يلا بينا نبدأ الفيديو علشان ابدأ في تثبيت نسخة شات جي بي تي الاندرويد هدخل على العنوان اللي انتو شايفين قدامكو على الشاشة ده هسابه لكو في وصف الفيديو وبعدين ابتدي اقول له نستول لازم نخلي بالنا ان في نسخ كتير جدا بنفس الاسم على جوجل بلاي فناخد بالنا ان احنا نستخدم نفس اللينك اللي انا حطها لكو في وصف الفيديو وبعدين بقول له هنستول على انهجاز وبكده يبقى البرنامج جاهز ان هو يشتغل على موبايل اقول لما بعمل تثبيت لشات جي بي تي عموبايل عندي بينزل بالايكونة دي تاني بحذركم ان في نسخ كتير جدا على جوجل بلاي فاتأكد ان انت بتنزل النسخ الصح اللي انا كاتبها لك في وصف الفيديو هنفتح البرنامج مع بعض زي ما انت شايفين دي شاشة رئيسية هعمل لوجن عادي جدا بالاكاونت بتاعي هدخل الاميل بتاعي واقول له continue ودخل الباسورد واقول له continue طبعا الميزة هنا ان اللوجن ده مش هنحتاج نعمله غير مرة واحدة بس بعد كده بيدخلني على شاشة رئيسية للبرنامج هقول له continue لو فتحنا بقى نلقي نظر على الاعدادات ممكن اقول له من هنا new chat او افتح ال chat history وطبعا بيجيب لي history بتاع الاكاونت اللي انا كنت شغال عليه عم تصفح حادي ولو فتحت settings او الاعدادات طبعا انا هنا على الخطة المجانية ال color scheme دي طبعا ممكن انا غير منها اللون سواء فاتحة او غامق يعني احنا كده مثلا عن نسخة الغامقة وكده عن نسخة الفتحة هرجع دين نسخة الغامقة اللي هبتك فيه the back diet اللي هي بتعمل اهتزازات لما بتيجي تكتب في البرنامج بعد كده عندي اللغة طبعا ممكن اختارها عربي بس مفيش اي حاجة تانية زيادة دي طبعا رقم version دي او version نازلة هرجع بقى تاني هتشايفين او ما اللوجو ده بيطلع الموبايل بيتهزي كده شوية هتحسوا بيها لما تستخدموا التطبيق ممكن مسلا نجرب نقول له هل تتحدث العربية طبعا نجاوب عليها على طول الميزة بقى في التطبيق ده انه هو ممكن يفهمك من صوتك ومش محتاج انك انت تكتب هتدوس على علامة الميكروفون دي اسكر ليه عجائب الدنيا السبعة زي ما انت شايفين فهم الكلام اللي انا قلتهوله في المايك بعد كده ممكن ادوس بقى على السهم علشان خليه جاوب اوه بيكتب الموبايل بتهزي كده هزة بسيطة اللي بيسموها الهابتك فيدباك طبعا الميزة هنا كمان ان انا لو دخلت على نسخة المتصفح هلاقي كل المحادثات اللي انا قلتها على الموبايل موجودة على المتصفح والعكس صحيح يعني انا لو جيت هنا على نسخة الموبايل ودوست هنا وبعدين history هلاقي كل المحادثات القديمة موجودة ان هنا كمان اقدر ادليت المحادثة اللي انا فيها دي وان انا اعمل لها rename زي ما احنا شايفين كده طبعا لو انا على النسخة المدفوعة هشوف هنا اعلادات اكتر زي مثلا بلاجنز مثلا لكن انا هنا على النسخة المجانية فالبلاجنز هنا مش باين عندي كمان احد مميزات النسخة دي ان هي ممكن تشتغل بالطول او بالعرض زي ما احنا شايفين كده خلينا نسأله اخر سؤال هدوس على المايك ما هو الفرق بين نسخة شاتجي بيتيل عادية ونسخة الاندرويد فهم اهو الكلام زي ما احنا شايفين اهو تعالوا كده نشوفها يجاوب يقول لنا ايه زي ما احنا شايفين دي الاجابة بتاعته كتب لي نسخة شاتجي بيتيل عادية هي نسخة عامة من موديل سري بوينت فايف والتي تم تدريبها على مجموعة واسعة من النصوص والمعلومات لمختلف المصادر حتى تاريخ قطع معرفة في سبتمبر عشرين واحد وعشرين تمام اما نسخة الاندرويد فهي نسخة مخاصصة نظام تشغيل اندرويد حيث يمكن مستخدمين تنزيل تطبيق الدراشة وتفاعل مع النموذج يعني من الاخر هي نسخة الاندرويد هي هي نفس نسخة شاتجي بيتيل سري بوينت فايف المجاني زي ما قلتلكم شركة اوبن اي اي كاتبع الاكاونت بتاعها على تويتر يعني النسخة دي متوفرة في اربع دول بس امريكا والهند وبنجلدش والبرازيل يعني لازم عشان تقدر تستخدم النسخة دي تكون بشكل ما متواجد في بلد من البلاد دي مش محتاجة اوضح اكتر من كده بكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو اول مرة تزورني في القناة تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله